السلام عليكم شاءنا في الدرس السابق Filters Provider قمنا بإنشاء أو إكمال العمل الخاص بالFilter Screen بهذه الصورة الآن لو ننتقل مرة ثانية إلى Tab Screen بهذا المكان تلاحظ بأنه أنا ما زلت أكتب هذا الكود الطويل أكيد إدارة State بالكامل يجب أنه تكون بداخل Providers وهنا أكيد نكتب فقط الwidget أو نستخدم UI فقط بهذه الملفات فلتلاحظ بهذا المكان أنا عندي Available Meals ممكن هذه أجعلها على شكل Provider أوكي يمكن أخذ هذا Cats وأرجع مرة ثانية Filters Provider طبعا لوتري ممكن تضع في ملف منفصل لكن من نسبة أنه سنضع بالFilters Provider سيكون عندنا بهذا الشكل أول شيء مثل ما أنه عندي Filters Provider بهذه الصورة فأكيد سيكون عندنا شيء اسمه Filtered Meals Provider وهذا سيكون نوعه ليس State Notifier Provider وإنما سيكون نوعه Provider عادي فبالتالي يمكن تأخذ هذا كله Cats حتى ما يعيقنا ننشئ Object من Provider Provider هذا يوفر لي Reference وكذلك ممكن أفتح Function بهذه الصورة وأعمل Return وأرجع هذه القيمة بهذه الصورة ومن ثم Semicolon أكيد ما ننساها فصار عندنا Filtered Meal Provider ينشئ Object من Provider بهذه الصورة ومن ثم نحاول بأن أرجع هذه القيمة بالكامل اللي هي القيمة اللي تعادل Filtered Meal أو Available Meal بهذه الصورة الآن المشكلة بأن هذا البروفايدر الجديد هو معتمد على البروفايدر القديمة أول شيء معتمد على الميل والميل سابقا احنا عرفنا بهذا المكان اللي هي قيمة تأتي من الميل البروفايدر وهي عبارة عن Static Value ما تتغير أوكي لكن أيضا هي تعتمد على Active Filters والActive Filters أيضا هي قيمة قادمة من الفلترس البروفايدر واللي هي قيمة تتغير على اعتبار أنه هي تأتي من الفلترس نوتيفاير فكيف نبرمج بروفايدر يعتمد على بروفايدر أخرى الآن ستظهر عندي وظيفة هذا الرف سابقا بكل مرة احنا نعرف أي بروفايدر كنا فقط نكتب مثلا رف بهذا المكان وما نستخدم الرف بالبادي مجرد نعرفه ونتركه الآن سيظهر فائدة هذا الرف الموضوع جدا جدا بسيط بمساطة الرف المعرف بهذا المكان هو نفسه الرف اللي كنا نستعمله بداخل الوجت يعني نفسه مثلا هذا الرف ونفسه مثلا هذا الرف فممكن أصلا أنه أنت تأخذ هذا مثلا كات على اعتبار أنه من نستخدمهم بهذا الملف خذهم كات ونفسهم أضعهم بهذا البروفايدر بهذه الصورة فإذن عن طريق هذا الرف اللي هو عرف لي بهذا المكان استطيع بأنه أعمل واتش للميل بروفايدر واستطيع بأنه أعمل واتش للفلتر بروفايدر وعن طريق أجلب قيمة الميل وأجلب قيمة الأكتب وإستخدم بهذا المكان وأكيد كل اللي علي بأنه أعمل إمبورت للميل بروفايدر بهذه الصورة فالآن صار عندي هذا البروفايدر جاهز اللي اسمه المفروض Filtered Meals Provider بهذا الشكل الآن مجرد أنه نستخدمه حتى يرجع لهذه Available Meals بهذه الصورة فإن نرجع مرة ثانية Tab Screen أكيد يعترض على Available Meals فهذه القيمة Available Meals مفروض تأتي من Filtered Meals Provider إذن نفس الشيء Ref Watch لبروفايدر معين اسمه Filtered Meals Provider بهذه الصورة والقيمة الآتية من هذا سأسميها أكيد Available Meals حتى يقبلها مني بهذه الصورة وأكيد لو تريد تتأكد ممكن تعرف Table Notation اللي هو عبارة عن List of Meals اللي هي أكيد القيمة الراجعة من هذا Filtered Meals Provider اللي هي أكيد نفس هذه القيمة اللي كنا كات بها سادقة إلى المرة الثانية حتى تفهم هذا الموضوع بهذا المكان أنت تعمل Watch مراقبة لل Filtered Meals Provider وبناء على أن تأخذ Available Meals لأنه ممكن تتغير في أي لحظة وهو أصلا هذا Filtered Meal Provider هو أصلا يعمل Watch مراقبة للProviders الأخرى فهو أصلا يراقب Meal Provider ويراقب Filters Provider فإذا إذا تغيرت القيم بهذه الProviders فهو أصلا سيعمل تحديث من نفسه على هذه الReturn على هذه القيمة الراجعة فإذا عمل تحديث هذا Filtered Meal Provider أكيد هناك ووجت ستستمع إلى اللي هي هذه الوجت فبالتالي سيعمل لها تحديث ومرة ثانية تعمل Repult لهذه الدالة فبالتالي تتحدث عندي هذه Available Meals تحديث